بونجوغاتو سهل و سهلة فيكم درس جديد من تعلم اللغة الفرنسية من خلال المحادثات اليومية على قناة سيلينجو بدرسنا اليوم سنأخذ الجزء العاشر من هذه السلسلة والتي هو بمعنى في أمان أو في أمن نحن كنا أخذين تسع أجزاء سابقة سأضع لكم رابط السلسلة كامل بسندوق الوصف إذا لم تكنوا حضرانينا تحضروها وتعرفوا التابع لدروس بالتسلسل هي عبارة عن محادثات على شكل قصة حوار بين شخصاً أو ثلاثة حسب كل قصة قد تعلمنا كيف نحن فينا نحكي محادثات وكيف يتم الحوار باللغة الفرنسية فهي الدورة كتير مهمة وفيها كتير فوكابولار وكلمات ممكن نستخدمها وتعابير بحياتنا اليومية بداية وكالعادة نحن نبدأ بالفوكابولار اللي نحن أخذهم بهذا الدرس واللي هنال بمعنى في أمان بمعنى بعد أن نفتش بمعنى يؤكد أو يضمن فبتجي هل حتى نعطي نفي Explosive Explosive مادة متفجرة Caché Caché هل تجيب المعنى يخبأ أو مخبأ Derrière la peinture Derrière la peinture خلف اللوحة Dans le cadre Dans le cadre في الإطار يعني بإطار اللوحة Il n'y a rien a grandre Il n'y a rien a grandre La yوجد شيء تخاف من Grandre تجيب معنى تخشأ أو تخاف من Enfin Enfin أخيرا Explosive Explosive ينفجر Deux mois Deux mois على الأقل Un piste de la personne Un piste de la personne بمعنى أثر من الشخص Sauf si Sauf si إلا إذا J'espère que c'est ça J'espère que c'est ça أمل أن يكون هذا هو Si ça vous va Si ça vous va إذا كان هذا يناسبك وكتير من استخدام بالحياة العام مثلا نحن نتفق على شي إلا لشخص إذا كان هذا بواسبك أو بنسبك Si ça vous va Decroché Decroché هي بمعنى ينزل أو يزيل تستخدم للتابلو للوحات فcorché هي بيعلق الشي أما وقتنا ننزله من على التعليق أمن له Decroché C'est possible C'est possible هل هذا ممكن Assistant Assistant مساعد وهيك نكون خلصنا الفوكابيلار رح ناخدون بهذا الدرس رح نستخدمون الهنا نكلا موجودين بالجدول خاص فنحن نبقع سيلينغو رح حط لكم رابطون بس ندول وصف مشاني سهل عليك ونحفزون وموراجعتون وكما نتبع في كنت الدرابو عليهم ونحن تدير الاختبارات الموجودة بالموقع هلا حنا نبدأ بالسامراب انسيكوريتي انسيكوريتي درس السابع هو الكلب الكلب اللي بيكشوف القنابل عن طريق انو يشم الاشياء اللي ممكن نتوقع الاشخاص انو فيها قنابل سسوى ابروشي دي لابنتور بعد ان اقترب يعني من اللوحة اي لاسنتي صن اوكا ريكسيون وشم بدون اي ردة فاعل الانسبكتور جانتي المفتش جانتي اللي هنحن بنعرف هي كلاير جانتي فهي مفتشة بس بستخدم اكسبكتور للفيمنا والمسكولا نفس الشي اي جاك وجاك أسور اميلي اي صوفي اكدوا او ضامنوا لا اميلي وصوفي ك اوكا نكاشي درير البنتور لا يوجد اي قنبلة او مادة متفجرة مخبأ خلف اللوحة درير البنتور او دان الكادر داخل الاطار كلاير نو سوم ار دو دانجي سي ريونيكس نو سن ريان سي كن ير يانك ردر كلاير نو سوم ار دو دانجي نحنو خارج الخطر او مفشي بخوف يعني سي ريونيكس نو سن ريان اذا كان ريونيكس اللي هو الكلب ما شامشي سي كن ير يانك ردر هذا يعني انو ما فشي ينخاف منو جاك انفان ريان كي puisse اكسبوزي دو مو يل پورا او سي اوار اون لتر اون ميساج او اون بيسة للا بخشان كي هاموني سو تابلو او موزي سوف سي سي كن سن برور جاك انفان واخيرا ريان كي puisse اكسبوزي لاني لا شي يمكن ان ينفجر دو مو على الاقل يل پورا او سي اوار اون لتر من الممكن انو كمان اون لتر انو يوجد ريسالة او اون ميساج كمان ريسالة او اون بيسة للا بخشان انو اثر من الشخص كي هاموني سو تابلو موزي اللي احضر هذا التابلو اللوحة على المتحف سوف سي الا اذا سين كون سامبلهو انو ما كان الا خطأ بسيط كلاير جاك 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 قبل شوي ماتننو الان سي ساووا اذا كان هذا يناسب كون يناسبكم جاك جاك نزل 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 داخل الاطار او خلف اللوحة سي بوسيبل هل هذا ممكن سوفي بانسور بانسور او بانسور 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 سوفينتو بانسور بالتأكيد رح احكي او رح اتصل مع المساعدة التابعي هايك بيكون خلاص هذه الجزء العاشر من السلسلة المحادثات اليومية بتمنى هذا الدرس يكون مفيد لكم وفيه وكابيلاغ وتعبير وكلمات تستفيدوا منكم بحياتكم اليومية اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم اشعارات بالفيديوهات اول ما ينزلوا الجمل اللي اخدناهن اليوم موجودين مع ترجمتهم جدوى خاصة على موقع سلينغو يسهل عليكم دراسته حطولكم رابطه بسندوق الوصف بالاضافة لرابط السلسلة كمان حطلوا بسندوق الوصف بتمنى لكم دراسة موفقة وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة